اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 دا طبعا حدث كبير قوي في القلعة والنهاردة هنتكلم عن مسبحة القلعة مسبحة القلعة او مسبحة المماليك ايه اللي قدل لمسبحة المماليك دا ان انتحد علي قبل ما يمسك الحكم ومسك الحكم قبل ما يمسك الحكم تقرب لمين للمقاومة الشعبية بكيادة عمر مهرم وتقرب مما تبقى من المماليك علشان يوصل للحكم فطبعا بقى المماليك ايه كل شوية يقول له احنا السبب اني جبناك قاعدت على الكرسي دا احنا السبب اللي فقالك ايه دول عمني اللي وشي بقى ايوه فا ايه فا ايه هو ميسك الف ترنمائة وكمسة الف ترنمائة واحداشر اللي هي المسبحة اتوا معايا اا عمل ايه بقى هو قالك ايه امتاز فرصة ان ابنه تصل باشا طالع على رأس حملة للحجاز عشان فيه ايه للقضاء على المعارضة بتاعت الوهابيين قالك دي فرصة ادعي فيها بقى خبرات البلد وعشان المماليك ما يحفصوش انه فيه حاجة هم أباين كلهم لدرجة ان المقريزي قال في الكتاب بتاعه انه هو اللي هما اللي بيخيطوا الملابس يعي التنزية قعدوا شعر ما يناموش ما هما عملين يعملوا لكل المماليك بقى رايحين يقابلوا الوالي فعزم ما يقلب من خمسمائة مملوك او زيادة اللي هما بقى الخبار يعني المهم ايه راحوا ويكونوا تماما هو بقى مرتب بقى الدنيا بقى قالك ايه اه مفروض لو حد وايه يقب بالو من الخلعة انه فيه باب اللي هو عند باب الجبل اللي هو صلاح صالم دلوقتي اللي مفروضنا بيخرجوا منه لكن هو قالك ايه ده فيه تصليحات هناك هناك وبنعمل تصليحات في الباب ده هنخرج من باب تاني ايه هو الباب التاني اللي هو باب العزب باب العزب ده كان الباب اللي بيخش منه ما ايه المؤن ويخش منه الخضار وكده فهو باب صغير هو عبارة عن مترين فعشرة متر فتحيلوا بقى ان مترين فعشرة متر يعدي منهم الجيش هو بقى ايه عدى الجيش الاول ابن طصم في المقدمة والجيش وراه خرجوا كلهم واول ما خرجوا راح الباب من الخارج مقفوض المحبوض جوه مين اللي هم الممنيك بس اتحبسوا جوه فجوم يرجعوا مقفوش ما يفيش رجوع لانهم كانوا واقفل لهم من الناحية التانية الجنود وطلوا على الصور وبدأوا يمطروهم بالايه بالرصاص عليهم من كل جهة بدرجة انه بيقولوا ان الجسس في الممر الضيب ده اللي هو باب العذب وصلت لمترين فوق بعضها والدماء سالت لدرجة انه هم بعد كده يعني كوة الدماء اللي نزلت قالوا انه هم تعمل منها اللي هو الدربة احمر الدماء سالت لدرجة انه هي ايه لان طبع القلعة عالية لما نتلت اللي هو دينا合 نزلت عمل بركة لديها في يعني كانت حاجة بشعة نومة يำلك كدة محمد علي وانه باهدلهم كده لدرجة انه بيقولك الدوية الرصاص عمل صمم للناس من كدر مكان حوته والمهم ان الجنود بتاعته ما استخفوش بده كله راحهم برضو نازلين ما تبقى من المماليك في كل الأزدقة والحواري والطرق بتاعة المحروصة قتلوا فيهم قتلوا ما يقرب من ألف مملوك وطبعا اخدوا نساقهم سبايا واخدوا اموالهم واخدوا اولادهم وكانت بهتلة قعدوا تلات ايام يقتلوا فيهم قتلوا ما يقرب من ألف واحد كمان ما تبقونش الـ 500 اللي اتقتلوا لأ قتلوا كمان كانوا عايزين يتخلصوا منهم يعني ايه زي عملوا زي هتلر لما عبد اليهود المهم برضو لغاية لما نزل محمد علي بنفسه يرم الهم اللي جنود بتوعهم يعني كفاية كده بقى لكم تلات ايام بتقتلوا فيهم واللي قدر يقرب يقرب بقى بس كانوا يعني هوليلين قوي اللي قدروا يقربوا من المسبحة دي اللي اتعملت لمدة تلات ايام وكده بقى احنا ايه عملنا بس اللي هو ايه اا يعني مسبحة المماليين اا هنقول بقى ان شاء الله المرة الجاية اصلي اللي هو جامع محمد علي اللي عملوا تكفيرا للزنوب اللي عملها ان شاء الله شكرا 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 شكرا